السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أسعد الله وقاتكم باليمن والبركات في هذا الفيديو سنتحدث عما تحدثنا عنه سابقا في فيديو سابق كنا عنوناه كيف أتنقل في مكة وقد حددنا منطقة الغزة وصورناها على الطبيعة في هذا الفيديو سنتحدث ولكن على الخرائط يعني نحاول أن نوفق بين جميع الأذواق بخصوص الذين يشاهدون هذا الفيديو من على الموبايل يستطيع تكبير الشاشة لتكون ملء شاشة الموبايل الصورة تكون ملء شاشة الموبايل بدلا من المنطقتين السوداء التي تظهر على الجانبين طيب خلينا كده نعطي مقدمة بالانجليزي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو سلمان الأحمدي في هذا الفيديو سأتحدث عن كيف يمكن أن تحصل على تاكسي في حرام إيريا أعلى في غزة ستريت سأتحدث لك أين غزة ستريت على الماب طيب نرجع ثاني مرة أخواني هذه منطقة الحرم طبعا الكعبة الصفا المروة هذا الحرم كعبة مروة صفا نرجع كده نسحب على تحت شوية نحن لابد أن نسير على الأقدام نمشي بعد الانتهاء من العمرة في منطقة المروة إلى هذه المنطقة حيث هذه المنطقة لا يوجد وسائل نقل فيها لأنها ضمن التوسعة حتى الآن أول ما تظهر لنا السيارات تظهر لنا في هذه المنطقة نحن لنذهب من هذا المنطقة من هذا المنطقة إلى هذا المنطقة هذا هو غزة ستريت لأنه لا يوجد تحويل في هذه المنطقة هذه المنطقة اللي كانت واقفة فيها التكاسي وقت التصوير أتمنى يعني ممكن اللي يريد أن يعني يتعلم أكثر أو يستفيد أكثر أن أرجع إلى الفيديو كيف أتنقل في الحرم عفوا كيف أتنقل في مكة ومنطقة الغزة تحديدا هنا كانت التاكسي التاكسيات هنا كانت موجودة وأنا جيت بالسيارة هكذا ورجعت هكذا طيب طيب هذه المنطقة يكون متوفرة فيها التاكسيات لكن عادة يكون فيها زحام كما ذكرت لكم يكون فيها زحام في هذه المنطقة مما يكون العرض والطلب في هذه المنطقة يعني غير متوازنين في هذه المنطقة وقد نصحت بالمشي قليلا إلى هذه المنطقة طيب هذا الخط الدائري جزء من الطريقة الدائري الثاني هذا الخط الدائري الثاني هذا الخط الدائري الثاني هذا الخط الدائري الثاني كيف نقول عندي بالانجليزي؟ لكن بنحاوله طيب هذه هي المنطقة اللي قلت لكم نيجي فيها ممكن نطلب هنا أوبر أو كريم أو تاخد تاكسي حسب ما يعني يكون كل واحد اتجاهه طيب هنا بيكون مسجد الشجرة في هذه المنطقة هنا المعلاء القبور طيب يعني أنا نحاول نربط بين الخريطة والواقع ننزل كده شوية طيب النقطة الثانية اللي يعني طلبت منكم أو اقترحت أن تكون في الحسبان إلى أين أريد أن أذهب طيب يجب أن نحدد إلى أين أريد أن أذهب قبل أن نطلب تاكسي أو أوبر أو كريم على حد سواء هنا في هذه المنطقة أحيانا هنا يكون يكون أحيانا تمنع السعرات من الدخول إلى أن تنتهي أفواج وجموع المصلين والزحام في هذه المنطقة ثم تعود وتفتح طيب طيب نحن نصغر كده شوية الخريطة كلنا لابد أن نستخدم الخريطة هذه مرة أخرى ومرات ومرات لكي نعرف أين نريد أن نذهب طيب مثلا خلينا نشوف فين مواقف كده مواقف كده هتيجي في هذه المنطقة شوف لو نصغرنا شوف مواقف كده هتيجي هنا كده باركينج هنا شوف مواقف كده فحيكون الالتفاف نحن كنا واقفين هنا هيتطر يجي إلى هنا ثم يصعد إلى هنا طبعا أحيانا تكون هذه الطرق هنا وهنا مغلقة فالأفضل كما ذكرت لكم سابقا حتى لو أنتهينا من العمرة في منطقة في منطقة المروة أن نعود إلى منطقة أجياد ونأخذ السيارة من هذه المنطقة حيث تكون ساعتها قريبة إلى مواقف كده إذا أردنا النذهب إلى مواقف كده عموما أنا لن طبعا أستطيع أن يعني أشمل جميع النقاط والأماكن المطلوبة التوجه إليها ولكن هكذا تكون الفكرة العامة طيب نرجع ثاني مرة إلى منطقتنا هذا الطريق الدائري الثاني هنا ما شهل حال مثلا أردنا أن نتوجه شوف خلينا كده نصغر هنا مثلا هذا كبر الحجون هنا سوق العتيبية في هذه المنطقة فيكون وقوفنا في هذا الاتجاه مناسب لو أردنا نتوجه إلى سوق العتيبية على سبيل المثال طيب جدة جدة لها اتجاهين يستطيع المتوجه إلى جدة أن يذهب من هنا عفونا هذا ما أشتغل لي من هنا من حيث وقوفنا ويأخذ كبر الحجون ويتوجه إلى جدة أو نقف الاتجاه المقابل ويستطيع هو أن يأخذك على نفقة السليمانية ويتوجه إلى جدة لنصغر كاميرا نشاهد أين تقع جدة شوفين جدة هنا هذا طريق جدة ظهر لنا هنا مثلا سوق الضيافة أيضا لا بد أن نعرف كيف نتوجه إلى سوق الضيافة من مثلا الغزة هنا نحن نعود ونذكر هنا كنا وقوفنا أنا طبعا أعود ونذكر تستطيع أن تأخذ السيارة من هنا ولكن يعني يكون نوعا ما الزحام شديد الأفضل أنك تأتي إلى هذه المنطقة وحتى لو طلبتك أوبرا وكريم تأتي إلى هذه المنطقة يستطيع هو من الأسهل عليها أن يصل إليك في هذه المنطقة طبعا كل ما تبتعد عن المنطقة المركزية كل ما يكون من السهل الوصول إلى وسائل النقل المختلفة طيب نشوف مثلا لو اتجهنا على طول هنا طبعا نحن من انطلاقنا من هنا سنجد هنا المعابدة ومثلا هذه المنطقة المعابدة كلها والاتجاه إلى طريق الطايف والعزيزية هكذا طبعا طريق طويل هذا حيكون ولكن مضمون أنه لا يكون في أي إغلاق أو يعني زحام في السير أيضا هنا تأتي إلى العزيزية موجود برضو في هذه المنطقة شوف في هذه المنطقة هنا يوجد تفرع للصعود إلى الطيقة الدائر الثاني والعزيزية لكن أحيانا يكون هنا يوجد يعني لا يسمح الدخول أو هنا في منطقة نفق أفهم هذا دريجة تاني مرة الوحدة وكذا ونعرف ليش هنا طبعا في نفق هنا يأخذنا إلى العزيزية إلى الروضة بمعنى صح ولكن أيضا أيام المواسم قد يكون يعني يوجد عرقلة في السير في هذه المنطقة فبالتالي لا يمكن للسيارة الوصول إلى هذه المناطق إلا نحن عندنا مثل في مكة يقول لك الجادة وإن طالت عموما أضمن الطرق للوصول إلى طبعا حسب الواقع وحسب ما تشاهد تستطيع طبعا خرائط جوجل تعطيك فين الزحمة وفين عدم يعني تعرف طبعا الخط الأحمر يعني مزدحم الخط الأبيض يظهر كده هنا فوق الخطوط خطوط فوق الخطوط خطوط فوق الطرقات خطوط منها تستنتج أين الزحام وأين يعني عدم وجود الزحام طيب هذا يعني بالشرح بطريقة مبسطة نفس الشرح الذي شرحته في الفيديو إن شاء الله يكون كده واضح لو أردنا مثلا إسقاط دبوس هنا يعني يقول هنا أهو طلع الدبوس والإحداثيات للموقع بالنسبة للناس اللي يحبوا يهتموا مهتمين بالخرائط يستطيع بسهولة أن يفهمها وعلى الجميع المفترض المفترض على الجميع أن يبدأ يستخدام الخرائط لأنها هي الأسهل وهي الأوضح ويستطيع أن يكون الإنسان في ذهن خريطة ذهنية للواقع وبالتالي يوفر على نفسه المجهود والمال عندنا هنا منطقة جرول لا تنسوا نحن هنا عند النقطة الحمراء هذه نحن هنا نقطة الحمراء هذه نصغرك الشوية نخرج هنا إلى منطقة هنا عفوا هذه منطقة جرول يوجد هنا كثير من الأوتيلات هذه المناطق يوجد كثير من الأوتيلات اللي يسكن فيها الإخوة المعتمرون أيضا يكون التنقل يعني لو توقفت في هذه الناحية سيضطر أن يتوجه إلى فوق ثم يعود هذه المسافة كلها ستحسب عليك لكن أنت لو توقفت هنا مثلا هنا سيأخذك من هنا مباشرة إلى منطقة جرول هذا أنا طب أضرب أمثلة على أساس كيف تسهل على نفسك الوقت وتوفر على نفسك المال طيب أتمنى أن كل شيء واضح واستفساراتكم وأسئلاتكم ولاحظاتكم تسعدني كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر